السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة قناة رودي خيتي النهاردة ان شاء الله جاب لكم خبر مين اليوم هيتم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاجتماع اللي حصل يوم الأحد الماضي ترقص الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم من أحد الماضي اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع وفقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والقافيهات والمطاعم المحددة ومن اليوم بإذن الله أول يونيو لعام 2021 هيتم تنفيذ القرار ودلوقت هقول لكم المواعيد الصيفية هي من أهم قرارات رئاسة مجلس الوزراء العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والقافيهات والمطوع وتشمل المواعيد الصيفية مايلا ويحتفتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساء صيفا زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية للدولة تغلق الساعة السانية عشر منتصف الليل صيفا فتح المطاعم والقافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا صيفا استمرار خدمة التكويه وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والقافيهات على مدار الاربع وعشرين ساعة فتح جميع الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا من الساعة السامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساء صيفا عداء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود ويستثنى كل من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفراح من ضمن الكرارات أيضا اللي تم اتخاذها بالنسبة للأفراح في أماكن مكشوفة من كافة الاتجاهات في الفنادق والمنشآت السياحية المرخص لها بهذه الأنشطة وتشمل الإجراءات أيضا الالتزام بالإجراءات الوقائية ومعدلات الإشغال لاستقبال الحضور في الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصلاة الرياضية ودور السينما والمسارح وأي مكان مستعد لتقديم العروض الفنية ودور الثقافة وقرر رئيس الوزراء مواصلة حظر إقامة جميع أنواع الخيام سواء لحفلات الزفاف أو لتلقي العزاء ولا يزال الحظر المفروض مستمرا على إقامة الموالد أو ما إلى ذلك سواء في الأماكن المفتوحة أو الأماكن المغلقة ويستمر حظر استقبال المواطنين في دور المناسبات سواء كانت في الكنائس أو المساجد أو الملحقة بالجمعيات الأهلية لإقامة أي مناسبة اجتماعية كالعزاء أو الأفراح وتقتصر فقط على الأماكن المفتوحة طب إيه هي عقوبة مخلفة الكرارات؟ تفرض العقوبة على المسؤول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن حال مخلفة الكرارات وهي الحبس وغرامة لتتجاوز 4000 جنيه وتتضاعف العقوبة في حال تكرارها وبالنسبة للمحلات التجارية في حال تكرار الخطأ سيتم غلقه لمدة شهر ودلوقتي هعرض لكم موجز لأهم قرارات المؤتمر أول حاجة العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحل والمولات التجارية والمقاهي والقافيهات والمطوع اتنين بدء تطبيق المواعيد الجديدة من أول يونيو 2021 من اليوم بإذن الله تلاتة تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين أربعة في حال تكرار يتم الأمل لمدة شهر خمسة استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العام ستة استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات ومن بينها منع تقديم الشيشة سبعة حظر إقامة الموالد والتجديد على منع إقامة صرادقات العزاء والأفراح تمانية الالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط تسعة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الإجتماعات وتنظيم المؤتمرات وده كان موضوعنا النهاردة يارب أكون أفدتكم ويارب تكونوا استفدتم من الفيديو ويكون الفيديو عجبكم وياريت تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وحصري من قناة رودي كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته